السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرق مخلفات الأشجار أو نواتج التأليم الأشجار بهذا الشكل هو ممارسة خاطئة وكارثة بيئية بكل المقيس كما أن الحرق بيتم في ظروف غير مرغوبة أيضا حيث يلاحظ أن الرياح شديدة وتوقيت طبعا الحريق غير مناسب على الإطلاق كما أنه لا يوجد حماية أو احتياطات متخزة تدبير يجب مراعتها قبل إجراء مثل هذه الحرائق والتي لا نص بها إطلاقا على العموم وهناك مناطق يتم فيها تجميع هذه المخلفات وإعادة تدورها مرة أخرى الحرائق بهذا الشكل طبعا فضلا عن أنها كارثة بيئية قد تأخذ شظايا إلى المزرعة وتؤدي إلى كارثة في حرق المزرعة وحرق الأشجار كما رصدنا في عدد من المزارع سابقا طبعا سواء كان الحرق بقصد أو غير قصد إلى أن تجميع المخلفات على رأس المزرعة بهذا الشكل طبعا هو كارثة ومشكلة كبيرة جدا وزي ما احنا شايفين دي مزرعة نوالح والنواتج التأليم كانت تأليم أشجار بها مشكلة والحرق تم بهذا الشكل وهو شيء لا نوصي به إطلاقا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر